أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز اللوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية وفي خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية بما يدعم أيضا دفع جالة التنمية الاقتصادية في مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي لمتابعة موقف المشروعات المنفذة والمرافق والبنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث استعرض زكي أبرز أعمال التطوير بالمنطقة الاقتصادية وخاصة في منطقة ميناء العنق السخنة لتحويله إلى أكبر ميناء محوري في منطقة البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة العالمية وأشار زكي إلى جهود جذب الاستثمارات للعبل في المنطقة الاقتصادية مستعرضا عددا من العروض التي تلقتها الهيئة للإستثمار في مجال الهايدروجين الأخضر من شركات عالمية كما أشار إلى ما شهده مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجيستيات من تصليط الضوء على أليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية وتنمية النقل والتأمين البحري وسبول دعم تطوير النقل البحري وتمويل الصادرات فضلا عن دور قناة السويس في دعم حركة تضفق الصفون على المستويين الإقليمية والدولية